ثلاثة هلأ هو يعني أنا ما بحب أسأل كتير هيدا السؤال وبحسه هيك موضوع حساس بس أنا عبالي أعرف منك لأنه بعرف أنك مرأتي بنفس التجربة وسبقتيني فيها هو موضوع الطلاق من 2012 صح يمكن أنا صار لي عمعيش هيدا المرحلة الجديدة من حياتي صار لي سنة بس اللي بدأ أعرفه منك كيف صارت حياتك بعد الطلاق كيف صارت هالمرحلة وكيف عم تقدر كيف صرت تشوفي حالك أزا سنجل مدر عايش ببيتك مسؤولي أنت عنه فرم اي تو زي وعم تلعب دورين يعني و هلأ بس خبريني بدي أعرف منك كم نصيحة هلأ اي شوفي هنا أول سنين صعبين بيكونوا كتير صعبين لأنه أنا إلي وقت إلي سنين فقطعت بي أكتر من مرحلة بهذا الموضوع صرت متجاوزته بمكان ما فعنده رغبة كانت أكيد يمكن تستفيد من خبرتي عاطفيا بالموضوع أو حتى على المستوى العملية شو الصعوبة اللي حسيتها أول فترة لأنه أصلا في أثر نفسي بغض النظر قديت طلاق كان فرندلي وقدي كان زعن في أثر نفسي بيكون عندك هذا ما سهل تطلعي منه أبدا لأنه ما حدا بيتزوج ليطلق بالأخير ففي أثر نفسي هذا أنا بحس أنه بياخد وقت أخد وقت شوي لحتى طلعت منه على الآخر أو ارتحت منه بالإضافة للأشياء التعانية الحياتية اللي أنه أنت فجأة بصيري لحالك بتصيري بدك تعملي كل شي لحالك فجأة بتلاقي حالي صرت ميكانيسيا وكهربجة وبتغير اللمبة وبتجيب الغراض وكل شي في كل شي يعني كل الأدوار صرتك كل اللي قد كنت دقل له لسيف أنه سيف مثلا المروحة مش طغلت مع مين هلأ بدي أحكي مثلا أنه أنا في أحكي له هلأ فيني دقل له تسأل عليه هدول السؤالات بس أكيد هي المرحلة منها سهلة أول سنتين ثلاثة لترعي أنت تبني الصيغة طبع استقلاليتك وشكل حياتك بالبيت لوحدك وقراراتك كيف تاخدية لوحدك لأنه خلص بيصير في شي تاني تماما حتى بعلاقتك مع ابنك خاصة ما سيوجد كم يكون فيه ولد طبعا يعني كان عنديك بنت مية بالمية وتربيت البنت حساس يعني وما بعف إي قداش كان عمرة تقريبا ذهب لما نحنا أخذنا قرار الانفصال كانت شي أربع سنين أكيد أول فترة بتكون صعبة من كل النواحي وبتاخد وقت وهي قالت أنه هذا الشي بياخد وقته كذا سنة لوحد يطلع منه ويداول كل شي خاصه بالماضي ويرجع يبلش بداية جديدة وفعلا يعني هيدا الحقيقة أنا لهلا بتذكر مرة أنا طلعت عشت سنة في دبي بأول أحداث بسوريا وبعدين رجعت انزلت على لبنان فقبل ما انزل على لبنان ونحنا مساق بأنه سيف طبيعة شغله فيه سفر كتير وبيغيب كتير فدهب أورادي مننا معوضة أنه هو كل الوقت موجود بالبيت لما انزلنا من دبي فأنا طلبت منه يساعدني أنه يلاقي لي شقة وهيك وجهز لي الأمور لحتى أنزل فورا أن يكون كل شي جاهز إجا أخدنا من المطار وصلنا على البيت وهيك قاعد معنا شوي بعدين بدو يروح فدهب فجأة هيك تطلعت أنه ونحنا جيد 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 غير فيدي بدل هيدا الشخص كان يعني له وبدل عنده مطرح معين قديش مهم يكونه لا الولد ينظر لهيدا الشي اللي صار بطريقة سلسل وإيجابية سلسل بشكله الجديد صح لأنه هو الطلاق شي يعني هو منوح له على الصعيد للجنرال بس مانو نهاية الحياة مانو نهاية الحياة طبعا أكيد بس هو فيه كتير مطبات بعيدا عن الشي الشخصي اللي بيكون المرة بينه وبين حالة أو الرجال بينه وبين حاله موضوع الولاد كيف تلاقي معهم هاي الصيغة هو أكيد الأشياء الصعبة كتير والمهمة كتير والكريتكل كتير